السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلب وطالبات الصف السادس لابتدائي أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات مادة العلوم معاكم اسمها محمد إن شاء الله النهاردة يا أولاد هنبدأ مع بعض أولى حلقات المراجعة العامة في بداية كل حصة لازم نتعلم النواة تجي التعلم بتاعتنا عايزين كده نكون قادرين في نهاية الحصة على إيه؟ أول حاجة أنك تقدر تتعرف على المفاهيم الأساسية بالمنهج رقم اتنين إنك تقدر تحسن استخدامات موارد البيئة أما رقم تلاتة عايزينك كده تكتسب الثقة بالنفس وتعزيز النفس تعالوا كده نشوف مع بعض أول سؤال معانا بيقول إيه؟ بيقولك أكمل ما يأتي رقم واحد عدد فقرات العمود الفقاري نقط فقرة عظمية عايزين كده نتذكر مع بعض كده النقاط الأساسية في المنهج؟ كنا بنقول إن عدد فقرات العمود الفقاري كانت عبارة عن تلاتة وثلاثين فقرة عظمية كانت بينهم ما يسمى بالغدريف وكانت وظيفة الغدريف يا أولاد هي منع تآكل العظام نتيجة الاحتكاك رقم اتنين بيقولي بيتكون الجهاز العصبي المركزي من نقط ونقط نحن عارفين طبعا الجهاز العصبي المركزي كان بيتكون من المخ والحبل الشوكي المخ والحبل الشوكي رقم ثلاثة غاز نقط يدخل في تكوين المواد البروتينية، غاز نقط يدخل في تكوين المواد البروتينية، طبعاً هنا غاز النيتروجين، غاز النيتروجين هو اللي بيدخل في تكوين المواد البروتينية رقم أربعة بيقول لي ماء الجير هو نقط عاوز الاسم العلمي لماء الجير الرائق طب احنا عارفينه ان هو اسمه هيدروكسيد الكالسيو ماء الجير الرائق هو هيدروكسيد الكالسيو رقم خمسة جميع المعادن نقطة التوصيل للحرارة احنا اتفقنا ان كل المعادن جيدة التوصيل للحرارة رقم ستة بيقول لي المادة الرمادية للحبل الشوكي على شكل حرف اخدنا كده قطاع في حبل شوكي ولما شفناها تحت الميكروسكوب يا ولاد لان المادة الرمادية كانت واخدها شكل حرف ايه؟ حرف الاتش رقم سبعة بيقول لي بيتكون الطرف العلوي من عزمة نقط ونقط ونقط الطرف العلوي يا ولاد كان بيتكون من عزمة العضة وعزمة الساعد عزمة يعني اتنين عزمتين يا ولاد وعزام اليد يبقى الطرف العلوي بيتكون من عزمة العضة عزمة الساعد وعزام اليد رقم تمانية بيقول لي وزن الجسم على القمر بيساوي نقط وزنه على الارض ده قانون اخدناه مع بعض كده في وحدة الكتلة والوزن وقلنا ان الوزن الجسم على القمر بيساوي صدس وزنه على الارض تسعة يستخدم نقط في صناعة النوافذ الزجاجية العازلة للهواء او عزلة للحرارة طبعا هنا الهواء يا ولاد بيكون هبنعمل النوافذ في البلاد البردة من طبقتين نتذكر كده مع بعض من طبقتين بينهم هوا لان الهواء ده مادة عزلة فبيمنع خروج دفء المنزل للخارج وبيمنع دخول البرودة بتاعة الخارج الى داخل المنازل فهنا بيستخدم الهواء في صناعة النوافذ الزجاجية العزلة للحرارة رقم عشرة بيقول لي بيتحكم نقط في الأفعال المنعكسة مين اللي كان مسئول عن الأفعال المنعكسة وبتحكم فيها؟ طبعا الحبل الشوكي الحبل الشوكي بيتحكم في الأفعال المنعكسة رقم حداشر وزن الجسم على سطح الأرض يساوي نقط في نقط برضو هنا طالب مني القانون بتاع وزن الجسم على سطح الأرض احنا قلنا وزن الجسم على سطح الأرض بنيوتن بيساوي الكتلة بكيرو جرام في عشرة سؤالة موشر بيقول لي وزن الجسم على سطح الأرض يزداد بزيادة نقط وزن الجسم على سطح الأرض يزداد بزيادة طبعاً الكتلة احنا قلنا فيه علاقة أردية بين الكتلة وبين الوزن كلما زادت الكتلة يزداد الوزن رقم 13 بيقول لي من المواد جيدة التوصيل للحرارة نقط ونقط عايزة كده مثالين للمواد جيدة التوصيل للحرارة احنا لسه قيلين جميع المعادن جيدة التوصيل الحرارة طب زي ايه في المعادن عند الحديد عند الألمنيو عند النحاس عند الزئبق كل دي مواد جيدة التوصيل الحرارة هنا هقول الحديد والنحاس هنا المواد جيدة توصيل الحرارة الحديد والنحاس رقم 14 بيقول لي بيستخدم الترمومتر المئوي في قياس نقط يستخدم الترمومتر المئوي في قياس وظيفة الترمومتر المئوي طبعا كان بيتقيس درجة حرارة السوائل قياس درجة حرارة السوائل رقم 15 يستهلك الأكسوجين في عمليتي نقط ونقط يستهلك الأكسوجين في عمليتي نقط ونقط طبعا احنا بنستهلك الأكسوجين في عملية ايه؟ فعملية التنفس وعملية ايه تانية ولاد بنستهلك فيها الأكسوجين عملية الاحتراق يبقى التنفس والاحتراق رقم 16 بيقول لي يشكل النيتروجين نقط في المئة من الغلاف الجوي عايزة نسبة النيتروجين في الغلاف الجوي طبعا نسبة النيتروجين نسبة النيتروجين أكبر نسبة من مقونات الغلاف الجوي وبتساوي 78% بما يعادل أربع أخماس حجم الهوى رقم 17 يتركب المخ من نقط ونقط ونقط عايزة كده ثلاث أجزاء اللي بتكون منهم المخ طبعا احنا قلنا النصوان القرويان أو النصوين القروياني والمخيخ والنخاع المستطيل يبقى تركب المخ من النصوين القروياني المخيخ والنخاع المستطيل سؤال آخر بيقول لي ده علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة وبيقول لي بيتحكم النصوان القرويان في ضربات القلب عايزة كده وظيفة النصوان القرويان يترك أنه بيتحكمه في ضربات القلب لا احنا عارفين طبعا ضربات القلب دي من العمليات اللا إيرادية القلب بينبط طول الوقت بدون تدخل مني طيب إن الصوان القروياني كانوا بيتحكموا في إيه؟ في الحركات الإيرادية زي المشي والجري يبقى إذن العبارة الأولى عبارة خاطئة رقم اتنين يستخدم الميزان الرقمي في قياس الوزن هل الميزان الرقمي كنت باستخدمه في قياس الوزن؟ احنا عارفين طبعا الرقمي باستخدمه في قياس الكتلة أما قياس الوزن كنت باستخدم الميزان الزنبركي يبقى العبارة رقم اتنين أيضا عبارة خاطئة رقم ثلاثة الزئبك جيد التوصيل الحرارة احنا عارفين الزئبك ده من المعادن ولكن في صورته السائلة يبقى الزئبك هنا جيد التوصيل الحرارة عبارة صحيحة رقم أربعة يستخدم ثاني أكسيد الكربون في صناعة المياه الغازية يستخدم ثاني أكسيد الكربون في صناعة المياه الغازية طبعا عبارة صحيح رقم خمسة بيقولني مفصل الكتف من المفاصل محدودة الحركة مفصل الكتف من المفاصل محدودة الحركة وإحنا عرفنا يعني إيه مفصل محدود الحركة يعني بيتحرك في اتجاه واحد فقط طب حرك كتفك كده معي يا أولاد مفصل الكتف هنا هتلاقيه بيتحرك في اتجاهات متعددة واتجاهات مختلفة فإذا مفصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة يبقى العبارة رقم خمسة عبارة خاطئة رقم ستة بيقول لي الكحول هو السائل المستخدم في صناعة الترمومتر الطبي وياريت نقرأ الأسئلة بطريقة صحيحة عشان نقدر نجاوب ما نسرعش في إقراءة السؤال الكحول هو السائل المستخدم في صناعة الترمومتر الطبي هنا طبعا العبارة عبارة خاطئة لأن السائل المستخدم في صناعة الترمومتر الطبي هو الزئبق أما الكحول كنت السائل اللي بطهر بيه الترمومتر رقم سبعة الترمومتر المئوي هو الأنسب لقياس درجة حرارة الأطفال إحنا أصلاً الترمومتر المئوي كنا بنستخدمه لقياس درجة حرارة السوائل ما باستخدمهش في قياس درجة حرارة الإنسان أصلاً ولا حتى الأطفال ومال مين الترمومتر اللي كنت باستخدمه لقياس درجة حرارة الأطفال كان الترمومتر الرقمي يبقى العبارة رقم سبع عبارة أيضاً خاطئة رقم تمانية المخ هو المسؤول عن الأفعال المنعكسة المخ هو المسؤول عن الأفعال المنعكسة طبعاً عبارة خاطئة لأن المسؤول عن الأفعال المنعكسة هو الحبل الشوكي رقم تسعة النخيع المستطيل مسؤول عن العمليات اللا إيرادية زي كده تنظيم ضربات القلب وحركة الجهاز الهضم والجهاز التنفسي أكيد طبعاً عبارة صحيحة وعشان كده أي إصابة في النخيع المستطيل ممكن تؤدي إلى الوفاة رقم عشرة يسمى النيتروجين بغاز الآزط ومعناه غاز الحياة ما نسترعش يا أولاد لأن نص العبارة عبارة صحيحة ونص الآخر عبارة خاطئة وفعلاً النيتروجين بنسميه بغاز الآزط ولكن معناه عديم الحياة مش غاز الحياة يبقى العبارة هنا عبارة خاطئة اكتب المصطلح العلمي رقم واحد ما يوجد بين الفقرات لمنع احتكاكها ببعضه ما يوجد بين الفقرات لمنع احتكاكها ببعضه اللي كان موجود بين فقرات العمود الفقار يا أولاد تعالوا كده نتذكر مع بعض طبعاً كانت الغضاريف ليه؟ لأنها بتمنع احتكاك الفقرات ببعضه وتمنع تأكله يبقى أنا أقول رقم واحد المصطلح العلمي الغضاريف رقم اتنين أعصاب تمتد من الحبل الشوكي وعددها واحد وتلاتين زوجاً من الأعصاب أعصاب تمتد من الحبل الشوكي وعددها واحد وتلاتين زوجاً من الأعصاب طبعاً هنا اسمها الأعصاب الشوكية عشان خارجها من الحبل الشوكي اسمها على اسمه يبقى الأعصاب الشوكية رقم ثلاثة اتحاد المواد مع الأكسوجين بسرعة مع انطلاق ضوء وحرارة اتحاد الأكسوجين المواد مع الأكسوجين بسرعة مع انطلاق ضوء وحرارة أكيد ده كان اسمي أولاد الإحتراق الإحتراق وحدة قياس الوزن وتكافئ وزن جسم قتلته 100 جرام تقريباً وحدة قياس الوزن وتكافئ وزن جسم قتلته 100 جرام تقريباً طبعاً ده كان النيوتن هو اللي وحدة قياس الوزن رقم خمسة كتلة عصبية كبيرة تحتوي على ملايين من الخلايا كتلة عصبية كبيرة تحتوي على ملايين من الخلايا طبعاً ده كان تعريف المخ ستة مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم طبعاً ده كان اسمه درجة الحرارة عن طريق درجة الحرارة أقدر أقول الجسم ده سخن أو بارد رقم سبع بيقول لي غاز يستخدم في صناعة الفلاز الذي لا يصدق غاز يستخدم في صناعة الفلاز الذي لا يصدق طبعاً هنا احنا كلنا عارفين أنه غاز النيتروجين غاز النيتروجين رقم تمانية الجهاز المستخدم في تقدير كتلة خاتم من الدهب ماما كده عايزة تجيب لي خاتم من دهب وعايزة تروح للسائغ فالسائغ بيقدر الكتلة بتاعته يطرع على الجهاز اسمه ايه؟ طبعاً هنا اسمه الميزان ولكن نوع الميزان اسمه الميزان الحساس لأنه هو ده الميزان الأنسب لقياس الكتلة الصغيرة ابقى الميزان الحساس رقم تسعة قوة جذب الأرض للجسم قوة جذب الأرض للجسم طبعاً ده كان تعريف الوزن رقم عشرة مادة بتستخدم للكشف عن غاز ساني أكسيد الكربون مادة تستخدم للكشف عن غاز ساني أكسيد الكربون طبعاً دي مادة ماء الجير الرائق أو ممكن تقول مادة هيدروكسيد الكالسيوم اللي اتنين صح؟ ده اسم العلم بتاع الماء الجير الرائق يبقى ماء الجير الرائق أو هيدروكسيد الكالسيوم رقم حداشر أداة تستخدم في تعيين الوزن عايزة الأداة اللي بستخدمها في قياس أو تعيين الوزن طبعاً كلكم شاطرين بتقولوا الميزان الزنبوركي الميزان الزنبوركي رقم اتناشر وحدة البناء والوظيفة في الجهاز العصبي وحدة البناء والوظيفة في الجهاز العصبي طبعاً دي كلنا عارفين إن هي الخلية العصبية الخلية العصبية سؤال آخر بيقول لي علي اللي ما يأتي رقم واحد تلعب البكتيريا العقدية دوراً هاماً للبقليات تلعب البكتيريا العقدية دوراً هاماً للبقليات طبعاً أكيد كلنا كده بنتذكر مع بعض إن النباتات البقلية ما بتقدرش إنها تمتص النيتروجين بتاع الهواء الجوي فالبكتيريا العقدية بتعمل لها على تثبيت النيتروجين في الجزور عشان تقدر تمتصها يبقى لها إنها تعمل على تثبيت النيتروجين في جزور النبات رقم اتنين بيقول لي المخيخ له أهمية كبيرة أثناء الحركة المخيخ له أهمية كبيرة أثناء الحركة أكيد كلنا برضو عم عارفين يا أولاد إن كانت وظيفة المخيخ هي حفظ توازن الجسم أثناء الحركة يبقى لأنه مسؤول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحركة رقم ثلاثة بيقول لي لا يجمع غاز ساني أكسيد الكربون بإزاحة الماء الغاز اللي كنت بجمعه بإزاحة الماء كان الأكسوجين وطبعا لأن الأكسوجين شحيح جزدوابان في الماء أما بالنسبة لغاز ساني أكسيد الكربون هو غاز بيدوب في الماء فما ينفعش أجمعه بإزاحة الماء لأسفل زي ما كنت بعمل مع الأكسوجين يبقى هنا بيقول لي لا يجمع غاز ساني أكسيد الكربون بإزاحة الماء هقول له لأنه يذوب في الماء لأنه يذوب في الماء طب تعالوا نتذكر مع بعض أما كنت بجمع غاز ساني أكسيد الكربون إزاي أولاد برافو عليكم بإزاحة الهواء لأعلى لأنه أسقل من الهواء بإزاحة الهواء لأعلى لأنه أسقل من الهواء سؤالة أربعة بيقول لي بيعتبر المخ مركز التحكم الرئيسي في الجسم يعتبر المخ مركز التحكم الرئيسي في الجسم طبعا إحنا تكلمنا وعرفنا أن المخ ده يا أولاد بينصق جميع العمليات الحيوية وأفكارنا وسلوكياتنا وعواطفنا وكل شيء محيط بالبيئة اللي حوالينا إلى أنه ينصق جميع العمليات الحيوية والأفكار والسلوكيات والعواطف بالجسم خمسة بيقول لي علل وجود اختناق بالترمومتر الطبي علل وجود اختناق بالترمومتر الطبي ليه اشمعني يا أولاد الترمومتر الطبي في اختناق فوق المستودع؟ طبعا هنا علشان الزئبك ما يرجعش إلى المستودع مرة أخرى فيسهل قراءة درجة الحرارة بدقة يعني اللي يمنع رجوع الزئبك إلى المستودع فيسهل قراءة درجة الحرارة بدقة سؤال رقم 6 بيقول لي علل مفصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة يبقى لو قال لي مفصل الكتف أو مفصل الفغز من المفاصل واسعة الحركة هقول له هنا لأن كلمة واسعة الحركة دي معناها إيه؟ معناها أنه بيتحرك في جميع الاتجاهات أو في اتجاهات مختلفة يبقى هنا هقول له لأنه يسمح بالحركة في اتجاهات مختلفة لأنه يسمح بحركة الزراع في اتجاهات مختلفة بيقولي ماذا يحدث عند وضع شريط ماغنيسيوم في مخبار به أكسوجين ماذا يحدث عند وضع شريط ماغنيسيوم في مخبار به أكسوجين تعالوا نتذكر مع بعض لما كنت بجيب شريط ماغنيسيوم مشتعل وحطه في مخبار فيه أكسوجين كان اللي بيحدث يا أولاد كان بيتفاعل الأكسوجين مع الماغنيسيوم مكون لمادة بيضاء من أكسيد الماغنيسيوم يتفاعل الأكسوجين مع المغنيسيوم ويتكون مادة بيضاء من أكسيد المغنيسيوم رقم اتنين ماذا يحدث عدم موجود اختناق فوق مستوضع الترمومتر الطبي لو ما عنديش الاختناق فوق مستوضع الترمومتر الطبي يا ترى اللي هيحدث؟ أول ما الطبيب هيطلع الترمومتر من فم المريد يا ولاد هلاقي الزئبق رجع تاني للمستوضع كده أنا مش هعرف أقرأ قراءة الترمومتر مش هعرف درجة حرارة المريد يبقى أنا لو ما عنديش الاختناق فوق المستوضع بتاع الترمومتر الطبي يعود الزئبق إلى المستوضع مرة أخرى فلا يتمكن الطبيب من قراءة الترمومتر أو من قراءة درجة حرارة المريد يعود الزئبق إلى المستوضع مرة أخرى فلا يتمكن الطبيب من قراءة الترمومتر ماذا يحدث؟ عند إمرار غاز ساني أكسيد الكربون في ماء الجير الرائق لو أنا جبت كده ماء الجير الرائق ومررت عليه غاز ساني أكسيد الكربون آه ده كان بيتعقر يا ميس ليه كان بيتعقر يا ولاد؟ عشان كان بيكون مادة كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء يبقى يتعقر ماء الجير لتكون كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء أربعة بيقول لي ماذا هيحدث عند قطع وحرق الغباة؟ لما بقطع وحرق الغباة يا ولاد إلا هيحدث؟ أكيد طبعاً نسبة أو تزداد نسبة غاز ساني أكسيد الكربون ويحدث ظاهرة الاحتباس الحراري لأن احنا عارفين أن النبات الأخضر هو اللي بيخلصني من النسبة الزايدة بتاعة ساني أكسيد الكربون وعشان كده كلنا بنهدف يا ولاد لزراعة الأشجار يبقى أنا لما بقطع في الغباة وحرق في الغباة بنعمل إيه؟ بنزود نسبة ساني أكسيد الكربون وبالتالي بنزود ظاهرة الاحتباس الحراري ماذا يحدث إذا بلل سلك التنظيف بالماء وتركه في الهواء؟ لو جبت سلك التنظيف يا ولاد وبللته بالماء وصيبته في الهواء يا طبع إيه اللي هيحدث؟ طبعا الهواء فيه أكسوجين وسلك التنظيف معدن هيتفاعل مع الأكسوجين وبالتالي يكون أكسيد الحديد اللي بنسميه الصدق ودي طبقة هشة يبقى إيه اللي هيحدث يا ولاد؟ سيصدق وتتكون طبقة هشة من أكسيد الحديد اللي هي بنقسين اسمها الصدق ماذا يحدث؟ عند زيادة كتلة الجسم بالنسبة لوزنه لما تزيد كتلة الجسم يحصل إيه في الوزن يا ولاد؟ إن في بداية الحصة قلنا إن في علاقة طردية بين القتلة وبين الوزن فزيادة الكتلة هيزيد معها مين؟ هيزيد معها الوزن يبقى عند زيادة كتلة الجسم هيزداد الوزن اصبر وزيفة كلاً مين؟ رقم واحد التشابك العصبي التشابك العصبي يا ترى وزيفته إيه؟ طبعاً نقل الرسائل أو السيالات العصبية بين الخلايا نقل الرسائل العصبية بين الخلايا رقم اتنين بكحول الإيسيلي وزيفته إيه يا ولاد؟ طبعاً كنت بطهر بيت ترمومتر الطبي قبل وبعد الاستخدام يبقى تطهير الترمومتر الطبي قبل وبعد الاستخدام القفص الصدري وزيفته إيه؟ القفص الصدري طبعاً بيحمي أعضاء مهمة جداً في جسمي زي مين؟ زي القلب والرئتين حماية القلب والرئتين الميزان زو كفتين وزيفته كانت إيه؟ طبعاً قياس القتلة أو قياس قتلة الأجسام الكبيرة قياس قتلة الأجسام تعالوا كده نتذكر كم مسألة مع بعض يا ولاد؟ بيقول لي جسم وزنه على الأرض تلاتين نيوتين احسب كتلته على القمر جسم وزنه على الأرض تلاتين نيوتين هتقول لي يا ميس احنا ما خدناش ازاي نجيب كتلته على الأمر؟ هقولك لأ هنجيب كتلته على الأرض وهي هي الكتلة ما بتتغيرش؟ طب تعالوا كده نكتب القانون مع بعض القانون بيقول لي ان الوزن على الأرض بيساوي الكتلة في عشرة طب الوزن هو ميدوني بكام؟ تلاتين نيوتين طب والتلاتين نيوتين دي هتساوي ايه؟ هتساوي الكتلة في عشرة طيب بيقول لي هنا ان الكتلة على الأرض هي هي أو هتساوي الكتلة على القمر يبقى التلاتين على عشرة فيها تلاتة كيلو جرام عشان دي كتلة يبقى احنا كده جبنا كتلة الجسم على القمر مسألة اخرى بيقول لي اذا كان وزن الجسم على سطح القمر بيساوي 60 نيوتن احسب رقم واحد وزنه على الارض رقم اتنين كتلته على سطح الارض هو هنا مديني المسألة فينيا الوزن على فيني يا ولد على سطح القمر يبقى على طول نكتب قانون الوزن على القمر الوزن على سطح القمر كان بيساوي سطس الوزن على الارض يبقى لما نيجي نجيب الوزن على الارض هنقول 60 في 6 بتساوي 360 نيوتن انا كده جبت الوزن على الارض نقص رقم اتنين اجيب كتلة الجسم على سطح الارض هنقول 360 على 10 تديني 36 كيلو جرام يبقى الكتلة على سطح الارض 36 كيلو جرام مسألة كمان يا ولد بتقول لي اذا كان وزنك على سطح الارض 600 نيوتن احسب كتلتك على سطح الارض وزن هنا على الارض 600 نيوتن نجيب الكتلة ازاي هنقسم على 10 يبقى هنا الحل بتاعي بيقول لي ان الوزن على الارض بيساوي الكتلة في 10 والوزن هنا 600 نيوتن اذا الكتلة هتساوي 600 على 10 يبقى يساوي 60 كيلو جرام يبقى انا كتلتك على سطح الارض 60 كيلو جرام سؤال اخر بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة مما يلي يبدو رائد الفضاء كأنه يسبح في الهواء بسبب ليه لما بشوف رائد الفضاء يا ولد في الفراغ بحس انه طير كده في الهواء يا ترى ده بسبب ايه زيادة كتلته سبوت الجاذبية زيادة تأثير الجاذبية نقص تأثير الجاذبية طبعا اكيد كلكم شاطرين بتقولوا ان الجاذبية بتبقى وليلة في الفراغ يبقى نقص تأثير الجاذبية مفيش حاجة بتشده ان هو يقدر يقف ويثبت على سطح المكان اللي هو فيه يبقى طبعا ده سبب تأثير او نقص تأثير الجاذبية رقم اتنين وزن الجسم يختلف باختلاف نقاط الجسم طبعا وزن الجسم يختلف باختلاف طوله ولا كتلته ولا لونه ولا شكله هكيد طبعا باختلاف كتلة الجسم مسألة في سؤال اختر اذا كان وزن الجسم يساوي 40 يوتن فان كتلته تساوي ده طبعا 40 كيلو جرام 500 كيلو جرام 4 كيلو جرام 4000 كيلو جرام الوزن عندي ب40 وعشان اجيب الكتلة بقسمه على 10 يطلع اجابة صحيحة 4 كيلو جرام يتكون القفص الصدري من نقط زوجا من الضلوع القفص الصدري كان بيتكون من 31 زوج من الضلوع 32 زوج من الضلوع 12 زوج من الضلوع 10 ازواج من الضلوع ما ننساش كده ان هما كانوا 12 زوج من الضلوع ولكن اول 10 منهم ملتحمين بعزمة القص والزوجين الاخرين زوجين عائمين يمهم 12 زوج من الضلوع كثافة غاز الاكسوجين نقط كثافة الهواء يطرق كثافة الاكسوجين اقل من كثافة الهواء ولا تساوي ولا اكبر من ولا نص كلنا عارفين ان كثافة الاكسوجين اكبر من كثافة الهواء يعني معناها نقطة من الهواء الغاز المستخدم في صنوعة الثلج الجاف هو يطرق ساني اكسيد الكربون النيتروجين الاكسوجين الاوزون طبعا صنوعة الثلج الجاف كان غاز ساني اكسيد الكربون باننا نحوله من صورته الغازية بالضغط والتبريد وتخفيف الضغط يتحول الى الثلج الجاف جزء بالجهاز الهيكل المحوري يعمل على حماية المخ يترى الجمجمة ولا العمود الفكاري ولا القفص الصدري ولا لا توجد اجابة صحيحة طبعا هم كلهم تبع الجهاز الهيكل المحوري ولكن اللي بيعمل على حماية المخ هي الجمجمة وزن الجسم في منطاد يكون نقط من وزنه على الارض في منطاد يعني مكان مرتفع على الارض براشوت مثلا يترى يكون وزن فوق هيكون اكبر من وزن على الارض ولا اقل ولا يساوي ولا لا يتأثر نتذكر كده مع بعض ان كل مبعد عن مركز الارض والتاجه اللي اعلى كان وزن بيقل لبقى اذا وزن في المنطاد بيكون اقل من وزن على الارض من خصائص غاز النيتروجين انه لا يشتعل يشتعل يدخل فيه في التنفس اهم جزء فيه الدهون طبعا من خصائص غاز النيتروجين انه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعل كل مما يلي مواد موصلة للحرارة مع عدم نركز كده ونرى السؤال لاخره يا طرح الحديد انحاس البلاستيك الالمانيوم طبعا احنا كله بيوصل حرارة مع عدم مين حديد وانحاس وقالهم من التلاتة دول مع عدم بيوصلوا حرارة يبقى الاجابة الصحيحة هي البلاستيك يقع النخيع المستطيل امام يقع النخيع المستطيل امام يطرق امام العمود الفقاري ولا امام المخيخ ولا الحبل الشوكي ولا النصفين الكرويين رافوا عليكم اكيد النخيع المستطيل بيقع امام المخيخ واخيرا بيقول لي كتلة اتنين لتر من الماء تساوي تقريبا نقاط جرام احنا عرفين اللتر الواحد في الف جرام يبقى الاتنين لتر فيهم كام يا ترى خمسمية ولا الف ولا الفين ولا مية جرام طبعا الاتنين لتر فيهم الفين جرام الفين جرام بكده اكون حصتنا انتهت النهاردة اتمنى يكون المراجعة استفدتوا بيها واتمنى ان انا اتلتقي معاكم في حصة قادمة ان شاء الله ولكم مني كل التقدير والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة